طيب أنا برضو الحقيقة بسأل حضرتك عن شيء ما هو ظهر للعين لأي حد يمشي في حنقول مدينة القهارة وننتقل إلى مدن أخرى الميادين في مدينة القهارة لماذا هي دائما مظلمة رغم أن فيها تمثيل جميلة جدا جدا لأقطاب مصريين كبار لكن مساء جميع الميادين شبه مغلقة يعني لأنها ظلمة ليه لا هي طبعا إحنا مثلا الأعمال الفنية الموجودة في الفراغات العامة لما بتتصمم بتتصمم من كذا زاوية زاوية في حجم العمل ده وعلاقته بالفراغ المحيط به إضاقته بالليل اتضلوا والنور واشوفوا من أنهي زاوية من إيه أيه إحنا بنتكلم على ميادين بقالها من أيام من 70 سنة مثلا قائمة من زمان إنها حاليا مش مضاقة لا خالص على الإطلاق إحنا هنرجع للجزئية الخاصة بمين اللي بينور الشوارع المحلية اللي في الشارع محافظة إضاءة المشيات والفراغات دي كل دي إدارة تنفيذية يومية هل بتطالب حضرتك بدو ولا تتم الاستجابة مثلا؟ لا يعني مثلا لو خدنا إحنا عادنا سياغة التماثيل على كبر قصر النيل دائما مظلمة؟ لا الفترة اللي فاتت دي مظلمة ولا قبلها؟ لا قبل كده هتحصلون تجربة إضاءة والتغير من إضاءته هل معقول التماثيل اللي هي الأسود أصر النيل اللي هي الحقيقة شيء فاخر جميل؟ دائما مظلمة؟ زي ما قلت لحضرتك إحنا إضاءة الأعمال الفنية بتحتاج دراسة لو بصينا هنلاقي لا تماثيل أصر النيل مضاء السعد زغلول مضاء لكن يمكن تكون بقى فيه نمط محلوقة فيه سيانة اليومية يعني أرجو حضرتك الحقيقة تراجعها طيب أنا هكلم حضرتك برضو عن شيء تاني يعني فكرة التنسيق الحضاري هل هو مثلا بيندرج على شكل الأرصفة في المدن؟ شكل المحلات القائمة على تلك الأرصفة لأنه بنلاحظ أن كل محل بيستغل الفراغ اللي قدامه والمسائل كلها بقى شكلها مش حلو يعني ما إحنا هنمشي بقى نبتدي نسترجع التنسيق الحضاري هو عبارة عن خطواته إيه؟ يعني إيه لزاي نحقق التنسيق الحضاري؟ أولا أنه يبقى فيه قواعد بتحكم التنسيق العام بمعنى زي ما عايز بتقولي إيه مسارات الزاوي اللي احتياجات على الأرصفة ارتفاعات الأرصفة، شكل الأرصفة مدى ملأمتها للفراغ المحيط بيها عرضها يبقى إيه لما يكون في منطقة تجارية وحركة مشاعرية كل الأكواد دي وكل التفاصيل دي ده دور الجهاز كويس؟ اللي يقول يتعامل الرصيف ده فين؟ وحجمه يبقى إيه؟ ومعبور المشافة المتقدي وأجريته هذه الدراسات؟ أجريناها والخبراء وضعوها؟ يعني مثلا في القاهرة، في اسكندرية، في المدن الأخرى؟ عاملين ده فيه دليل مخصوص لموضوع الأرصفة ده والدليل ممتاز، ممتاز ولكن احنا بنتكلم بقى قلية التنفيذ التنفيذ الأرصفة لما بيبقى فيه مشروع بيعاد سياغة المرات المشاهة في منطقة زي وص البلد لما تحطي لها رؤية كاملة التزموا بيها المحلات والأماكن الموجودة لكن في حالة غياب تطبيق الاشتراطات والضابط والمعايير اللي وضحها الجهاز أكيد هتبقى النتيجة اللي حالك بتقولي عليها زي دين فيه بعض المناطق كانت أصلا تغير شكلها زي مدينة ناصر مثلا دي منطقة جديدة مهاش نسبيا ولكن حجم التجاوز فيه ارتفاعات الأرصفة وعلاقة الرصيف بالمحلات احنا عملنا تصور به وغيرنا ويمكن دلوقتي اللي بيمشي بشارع عباس العاد بيحس ان بقى فيه تغيير عن مكان قبل كده أولا من عرض الارصفة وتوحدها من الجزيرة اللي في النص اللي كانت بتشكل عقبة في حركة الباركنج للعربيات بحكم انه شارع تجاري طبعا احنا بنتكلم في رصيد من المخالفات مرة عليه سنين كبيرة جدا قبلها حتى انشاء الجهاز يعني مثلا حضرتك حاليا عشان بندور على الحل هل بنتكلم عن المطالبة بتعديل تشريعي مثلا انه هو يكسب الجهاز القومي لتنسيق الحضاري المزيد من السلطات او يعني عندما يكون له رأي يتدخل ايضا في التنفيذ وفي مدة التنفيذ اه طبعا اتمنى ان يكون فيه هناك تشريع يسمح انه الرؤية اللي بتطبق او بتطرح من الجهاز تصبح ملزمة على كافة الجهاز اذا كانت افراد او اجهزة تنفيذية وان يكون لنا القدرة ان احنا نتابع الاجهزة التنفيذية قد ايه هي ملتزمة بالاشتراطات لان ده هيكون له دور كبير في تغيير شكل المدينة صحيح